اهلا بكم الى موجز اخبار الان سمع دوي انفجار في مدينة القطيف السعودية وهرعت سيارات الاسعاف الى المنطقة بحسب ما روى شاهد لواكالة الانباء الفرنسية هذا وافادت وسائل اعلام ان الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة ولم تتوافر على الفور معلومات عن وقوع ضحايا قتل سبعة اشخاص وجرح 23 اخرون من المدنيين اثر قصف نفذه تنظيم داعش حينما حاولوا الفرار من حي يسيطر عليه في مدينة الموصل شمال العراق وفق ما ذكرت الشرطة الاتحادية يأتي هذا في الوقت الذي تتجه فيه الانظار الى المعركة الفاصلة بين القوات العراقية وداعش في الموصل القديمة والتي يتوقع ان تدور رحاها في محيط جامع النور الكبير هذا واغلق مقاتل داعش امس الشوارع المحيط بجامع النور في مدينة الموصل استعدادا على ما يبدو للمواجهة النهائية في المعركة من اجل معقلهم الكبير والاخير في البلاد وشهد سكان عشرات المقاتلين يتخذون مواقعهم في اليومين الماضيين حول مسجد النوري الاثري الذي كان اعلن منه ابو بكر البغدادي زعيم التنظيم قيام ما اسماه بالخلافة نفذت مقاتلات روسية غارات جوية على مقاتلين تابعين لتنظيم داعش كانوا قد فروا من مدينة الرقة السورية خلال الاسبوع الفائت وفق ما ذكرت وزارة الدفاع الروسية واوضحت الوزارة في بيان ان المقاتلات دمرت قافلة للمسلحين كانت متجهة من الرقة الى تدمر في الخامس والعشرين من ايار مايو ودمرت ثلاث قوافلة مشابهة في التاسع والعشرين من الشهر تاته افدى مراسل اخبار الان في مدينة درع جنوب سوريا ان حجدا عسكرية لقوات الاسد والميليشيات المساندة له وصلت الى درع وتمركزت في مواقع عدة في خربة غزالة وازرع ودرع المحطة وقال قيادي في الجبهة الجنوبية ان النظام الاسد يزج بالميليشيات الطائفية وعلى رأسها جماعة النجباء العراقية وحزب الله العراقي في درعا بعد ان فشلت قواته باستعادة حي المنشية قال وزير الدولة الاماراتي للشئون الخارجية الدكتور انور جيرجاش ان الامارات مستمرة في دعمها للشعب الافغاني وامنه واستقراره وذلك بعد يوم من تفجير هز العاصمة الافغانية كابل واسفر عن قتل واصابة العشرات واكد دكتور جيرجاش على حسابه على تويتر ان الامارات ستبقى حاضرة بقوة على الاصعادة الدبلوماسية والسياسية والاغاثية في افغانستان مؤكدا ان مكافحة التطرف والارهاب امر اساسي لسياسة الامارات الخارجية الى اللقاء اشتركوا في القناة